اللهم اشف مرضانا وعاف نبتلانا وخص منهم من حضر جمعنا أو أمن على دعائنا اللهم إنا نسألك العافية من كل بني ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية إلهنا عافنا في صحونا ومنامنا عافنا في أبداننا عافنا في ديننا ودنيانا اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من مس الضر اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من مس الضر ومن علينا بدوام العافية والستر اللهم لا تشمت أعداءنا بدائنا واجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا واصرف عنا شر ما يؤلمنا ويؤذينا واصرف عنا شر ما يؤلمنا ويؤذينا ولا تحوجنا لطبيب يداوينا اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين ومن مكر الماكرين ومن شر المتربصين اللهم اجعل بيننا وبينهم سدا مريعا وحصنا حصينا اللهم أنت أقوى منهم شأنا أنت أقوى منهم شأنا وأعز منهم سلطانا ورجاءنا فيك أعظم من خوفنا منهم اللهم فاكفنا شرهم وادفع عنا ضرهم بحولك وقوتك يا علي يا عظيم إلهنا هربنا إليك وتوكلنا عليك من كل من أرادنا بسوء من الإنس والجن من قريب أو بعيد من ذكر أو أمثى اللهم اكفنا شره اللهم اكفنا شره وادفع عنا ضره اللهم اكفنا شر من أصب لنا كيده وبسط لنا بالسوء يده إلهنا نسألك للمسلمين والمسلمات ولكل من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا إلهنا إلهنا من كان منهم يشكو مرضا أصابه قد طال آماده وأشغله في صحوه ومنامه إلهنا يا الله يا الله يا الله اللهم اكتب له في ليلتنا هذه شفاء من عندك شفاء من عندك شفاء من عندك تغنيه به عن كل راق وطبيب تغنيه به عن كل راق وطبيب اللهم اشفه روحا وجسدا روحا وجسدا واشفه ظاهرا وباطنا اللهم اغسله من مرضه اللهم اغسله من مرضه اللهم من حضر جمعنا هذا مريضا أو مبتلا من دخل مسجدنا هذا مريضا أو مبتلا فنسألك يا رحمن يا رحمن اللهم اشفه من مرضه اللهم اجعل مرضه كأن لم يكن كأن لم يكن كأن لم يكن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسعد اهل كل بيت بشفاء مريضهم بشفاء مريضهم بشفاء مريضهم من الآباء والأمهات من الآباء والأمهات من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والبنين والبنات يا فاطر الأرض والسماوات اللهم اجعل شفاءه كاملا غير ناقص كاملا غير ناقص اللهم أقر عين مريضنا وأفرح قلبه بجميل شفائك بجميل شفائك واجعلنا وإياه في ليلتنا هذه من أسعد السعداء بمغفرتك وعافيتك بسم الله على أنفسنا بسم الله على ديننا بسم الله على أهلنا ومالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا نسأل الله العظيم اللهم رب العرش العظيم أن يشفينا لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم اجعل هذه الليلة العافية اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا على الأسرة البيضاء لا نسمع أنينهم وأنت تسمع أنينهم لا نسمع شكواهم وأنت تسمع شكواهم اللهم اكتب لهم أجر صيامهم وقيامهم ودعائهم وهم على أسرتهم يا الله اللهم اشفهم واجمعهم بنا هقوفا بين يديك واجمعهم بنا هقوفا بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على حبيبنا محمد بِعَدَدِ كُلِّ دَائٍ وَدَمَارٍ وسلم تسليما كثيرا